صباح الخير او مساء الخير يا برج الحمل. القراءة تكون ان شاء الله بازن الله للبرج الشمسي والطالع والزهر. طيب مبدئين كده عايز اشوف نقطك. انت الفورق فوند ممكن تكون في علاقة حاليا مع شخص وده باقي جدا يعني. ومبسوط في العلاقة. ممكن يكون بتتعامل مع احد برج جوزاء او طور. ممكن تكون علاقة زواجة على فترة. او كان في انفصال وبعد ذلك حصل انقطاع ما بينكم انتم الاتنين ورجعته تاني لهذه العلاقة. لكن يعني ممكن نقول ان هذا الشخص بيحبك قوي ووفي ليك قوي برغم الانقطاع اللي حصل ما بينكم انتم الاتنين دول. ده يعني لو كان في انقطاع فانت حاليا تقطك الفورق فوند انت في علاقة الان. وممكن تكون روحة الشخص اخر يعني. الله هو اعلم برضي عشان منисي مانكونش يسبقين الاحداث لكن احنا معاك يعني يوبرج الحامل هنعلم بالوقتي. بقى انا عايز هشوف ام عايز هشوف هنا ام احوالي الحبيب ايه مشاعره. شايفك ازاي؟ لو زعلان منك زعلان ليه تعدلي بقى. طيب اه شايف العلاقة ازاي? نيتو الداخلية ايه? وما يزهر لك ايه? والشخص ده احواله ايه? في العمل. ودي كرتيل للعزاب. هنجلهم في اخر قراءة. طيب هو مبدئيا كده اه ممكن تكون انت انفصلت بالفعل عن هذا الشخص. ولكن انت الفرق فوند يعني. انت ممكن تكون ما زلت في العلاقة. ولكن اه اه يعني اه هذا الشخص مسلا اه عايز يمشي مسلا. ممكن. لان انت جمان العشر سيوف. انت اعتقد ما زلت في هذه العلاقة مكمل. اه ولكنها زي ما تكون يقول لك هي خربت. هي خربت. بس مش عايزين يقول خربت. هنقول بقى ان 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 هذا الشخص بيتعامل معاك بطريقة مسلا جافية مسلا او كده. خلينا نشوف برضو عشان ما نظلمش على هذا الشخص يعني. ولكن مشاعر البيش افوند اه اما هذا الشخص زعلان منك قوي. او ان هذا الشخص مش متأكد من مشاعرك من ناحيته مسلا. هو متضايق منك اوي. هو متضايق من كله. اعتقد ان كمان احواله العام هنا مش كويسة. قاعدة متضايق منك. ده كمان بص السبن والسردس هنا وفي قاعدة مجروح منك اوي. آآ برج الحمل ان كنت تتعامل مع شخص جوزاء فاحنا عمان يزهر لنا انك جوزاء كتير هو وده له. وكل ما يجي برجه هقولي. يعني هنا كمان فيه العقرب وزهر كمان الطور. وآآ ظهر ايه تاني مرضو. نشوفها ظهر ايه كمان. طيب آآ هذا الشخص لو بدي اسأل عن مشاعره فهو قافل تماما من ناحية الحب. من ناحيتك. يعني قافل مشاعره خلص صددها. وآآ مركز في نفسه وفي احواله وفي لبسه وفي شكله وفي المستقبل عموما. آآ ممكن نقول ان هو بيتشافى من حاجة مر بيها. ممكن. ممكن يكون هو صاحب العشر صيوف كمان. هو حاسس من ناحيتك بانك مش عايزه او انك آآ او ان العلاقة دي فيها ملل مسلا. او انكم بتتخانوا كتير او بتتعارفوا كتير مسلا. آآ في بينكم اختلافات. آآ زيستاري هنا مهتم هو بنفسه قوي. هو عايز يتشافى هذا الشخص. عايز يتشافى من الالام. هو اخذ عشر صيوف. هو اخذ كمان ثلاثة هنا. آآ ممكن يكون عايز ينسحب شوية من العلاقة فترة يعني من الوقت. آآ بس يلاجع نفسه ويفكر في احواله ويفكر هل يتقدم في العلاقة ام يتركها نهائيا مسلا. آآ لكنه مهتم مهتم ان هو الفكرة هو بيرقبك. بس بيرقبك بطريقة آآ صعوبة نية شوية. يعني بيعمل نفسه مشوى اخذ بالو منك. بس هو بيرقبك. وآآ ممكن يكون هذا الشخص. بس عشوف حاجة واحدة. هتخليني اعرف هذا الشخص. نيته ايه? الشخص ده سبحان الله. انا عايز اعرف نيته ظهرت لي دي. كمان خافي النية بتاعته. مش عايز يعرف له. هو زعلان منك. زعلان منك قوي. آآ هو زعلان منك ده الكوين والكينج. الزهر كده يا برج الحمل انت شخص ده مش مديله اهمية في حياتك آآ بالدرجة اللي هو عايزها. هو حاسس بانك مشغول عنه بالماديات. ممكن تكون لو انت بنت مسلا آآ ممكن تكون سيدة اعمال. هو شاعر بان انت او انت بص فلوس. ماديات. بتفكر في الماديات بس. هو بص انت هو اختيارين في حياتك. الشغل مثلا وهو. فانت ماسك حاجة وسيب حاجة. ماسك الشغل ماسك اولوياتك وسيب هو. سيب العلاقة كلها كده تيجي زي ما تيجي. اللي مش عايز اصلا تخش في علاقة. انت ممكن تكونوا في علاقة اه اصلي فور اف واند مش لازم تكون علاقة حب. ممكن تكون علاقة صداقة قوية مسلا. فممكن يكون الشخص ده هو يتمنى ان انت توافق على عرضه. مسلا لو عرض عليك عرض حب. ولكن ولكن هو حاليا شايفك ان انت مش بصص له اصلا. ليه كمان? هو ازعلم منك عشان انت مهتم باعمالك. اه هو شايفك كمان شايفك باقس. وشخص ياس من الحب. وياس من انت ماسك كبايتك ومش عايز تده لحد. بص ماسك الكباية وحالس بالله ما تدي لحد الكباة دي. او ماسك الكباية ومش عايز تسيبها. اه مش عايز تدهالو. يعني انت ماسك كبايتك بص ومش عايز تدي له كوباية. وهو بيقول لك هات الكوباية. طب هات الكوباية تبنبادل الكوباية. يعني انا اديت كوبايتي وانت تديني ايه كوبايتك? انت تقول له لا يا عم. انا اديت كوبايتي لحد قبلك. خدها وطار. بص عط الورق عمالي اعمل مني. ازهر يا برج الحمل ان انت مجروح قوي. مش منه. اه ممكن تكون اه مجروح عموما من علاقات صديقة مسلا. مش بقول لك. لو الورقة كان مقلوك كمان هنا ده الورقة تشعلت مني للاسف. ده ورقتين بس الكلمة تشعليني يا رب بيكونوا ورقتين اه طمعا. شايفك ان انت بتفكر بطريقة ملل. ملل. بتفكر عبال ما تديره كوباية مليون سنة قدام. يعني عبال ما تفكر انك بص. انا بقول لك اهو انا قلتها لك قبل ما يزهر الورقة. عبال ما تفكر يا برج الحمل. انك تسلم الكوباية دي ليه. وتجيله على الحصان وتتحرك. بص ده دي واحد عادة على كرسي. مش رادية تتحرك. عبال ما بقى تجيب الحصان من الاستابل. وتاخد الكوباية. وتروح تقول له خد الكوباية بتاعتي. يكون فات تلاتين سنة قدام. يكون الشخص تتجوز. وعنده دلوقتي رمي وياسين. او البنت دي تجوزت وعندها تلاتين دلوقتي. فشايفك بطيء بطيء او بتحسب زيادة عن اللزوم. شايفك مكتئب. لان ده هرمت كمان معناها شخص داخل كده في تساؤلات واكتئب مش لطيف. شايفك ان انت باقس من الحب. عشان كده هو زعلام منك. شايفك ان انت مختار الشغل ومختار ان انت تبقى مهتم بقى اعمالك عنه. مخترتوش هو اخترت شغلك. هو شايف كده. شايف انت مش مختار ومختار شغلك. هو مختارك. لزلك هو مكرر انه خلاص بقى. ده ما انت كمان مش مهتم انا كمان مش هتم. هتمي بيك ليه? ما انت مش مهتم. ما انت لو مهتم ما كنت عرفت. فالشخص ده يعني هو برج هوائي. اعتقد ممكن يكون برج دلو. بص الكرتين دول كمان هو ده كمان بيارمز البرج دلو. آآ شخص بقرر انه هيوقف دلوقتي المشاعر او ازهار المشاعر او لو كان بيتمي بيك هيوقف. آآ ولكن هو في ذات نفسه معتبرك نجمة في السماء برضو. يعني هو برضو انت بالنسبة له نجمة حلوة او يبتلمع في السماء وعايز يخدها. بس هو حاليا بينكر مشاعره. حاليا قافل على مشاعره وبينكرها. هو كمان خايف. اللي تكون انت كمان مش مبادلو. انت مش عارس تديلو كوباية. مش عارف بالك انه قرب يزهق يا برج الحمل. لانه تفكيره الداخلي الموت. تفكيره الداخلي انه عايز يمشي. آآ خلاص بقى هو تعب. هو الزر الشخص ده انا بقول لك انت آآ في علاقة آآ كنت في علاقة صداقة طويلة. دي مش علاقة قصيرة مسلا. مش شهر شهرين لا دي سنة سنتين ثلاثة. وهذا الشخص آآ بدأ ينجذب ليك الفترة مسلا الاخيرة. وعايز بقى يسلم الكباب. عدوا انت قلت له يا عم. انا عمدي شغلي واولوياتي وحياتي. انا مش بتاع حب. انا مش بتاع الجواز. حاجة من هذا القبيل يا. فهو مشاعره آآ او ما آآ بداخله ما بداخله الان ان هو آآ عايز انهي هزي العلاقة. مش عايز يعود خطوة تاني خلاص بقى. يعني هو على مشارف النهاية. آآ اللي هيزهره ليك اللي هيزهره ليك انه محتاجك. خلي بالك هيزهر ليك آآ ممكن ممكن ينزل بوستات عالفيس انه محتاجك قوي في حياته. وانك اطاعت فيه قوي. اعتقد انتو ما بتتكلموش. لان هو شايف ان العلاقة في الفترة دي يعني علاقة سكتة. يعني انتو مسلا خلينا نقول ما فيش انفصال. تمام؟ هو مش انفصال. بس انتو اللي اتنين آآ خبطوا ببعض. مسلا هو قال لك باب انت مش عايزني. قلت له مسلا انت بسيبنا فقر. طب كزا فسلك ومشي. مسلا. او نا الحوار اوقف الحوار لغاية هنا. لكن انتو بتشوفوا بعض. من بعيد لبعيد. بتكلموا بعض بس كلام خفيف قوي. فما يزهره ليك هيظهر ان هو محتاجك. وعايزك. وهو فعل ما محتاجك وعايزك. هو بيحبك على فكرة. بيحبك. وهيظهر احتمال يكون هزو الشخص كمان. الشخص ده على فكرة آآ عايز اقول لك على حاجة. انا خايف اكون الشخص ده بيحبك لدرجة. آآ كنت متأكدة. بص بقى برك الحمل عشان تبقى فاهم انت بتتعامل مع مين. آآ الشخص ده عنده تعلق بيك. وممكن نقول تعلق مرضي. آآ يعني انا احيانا لا 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 احبب التعلق المرضي في العلاقات العاطفية لانه هيؤدي الى الفشل في يوم الايام. لكن هزا الشخص انظهر لك ان هو عادي وبتاع ومش عممني وكده يعني في يوم الايام يعني. الشخص ده مرتبط بيك ارتباط غريب شوية. ازاي? آآ لما انت ما بتبقاش معاه حياته اليومية بيبقى فيها زعل وحزن وكآبة وبقى ماشي كده عم زيتايا بص مجروحة وحياته زفت ومش تاقي الناس ومش تاقي الشغل ومش تاقي حتى عيش اليوم الثلاثة. مش تاقي اي حاجة. فهو اللي هيزهر لك هيزهر لك ان هو عايزك. لان هو بيعتبرك الشمس اللي في يومه. الشخص ده بيحبك بجال تبرك الحمل. وممكن تكون انت خايف تديلو كباقة لانك خايف من علاقات سابقة مساء. او حاجة. او انت بقى لك فترة كبيرة قوي. مهتم بشغلك. وحاسس بان الارتباط مسلا هيعطلك. لكن هزا الشخص بالفعل بيشوفك الشمس اللي في يومه. بالفعل. لكن هو في دماغه. هو عايز ينهي الموضوع بس هو حاسس باخساره. حاسس بانه هيخسر. كمان. يعني حتى ان هو نهى الموضوع فهو حاسس بانه يخسرك. هو مش عايز يخسرك. مش عايز يخسرك. مش عايز ينهي اصلا. بس هو حاسس ان هو تعبان. هو ما بين نارين زي ما بيقوله. مش عارف ينهي يكمل ولا يفضل واقف في مكانه. فهو مرتبط بيك ارتباط غريب جدا. هو شايفك ان انت ان كنت معايا فانا الدنيا دي جنة. قلاص. جنيتي خلاص وصلت. ان كنت مش معايا ومديني ظهرك. فانا شخص تعيس وباقس والناس حولها كلها زفت زفت زفت. فهزا الشخص يتعبان على فكريه وعنده حاجات في الشغل مش لطيفة كمان. عنده حاجات في الشغل مش لطيفة. فهو هواخد تلات صيوف. ممكن يكون الشغل وانت وحاجة تانية مسلا. فخلي بالك بقى ان هذا الشخص في حياته متقلم. آآ بعيدة عنك طبعا. طب تعالك دي يا برج الحمل انا هساعدك. انا هساعدك والله. عشان انا بحب برج الحمل. فانا هساعدك لبرج الحمل. هساعدك في ايه بقى? في ان انا افهم انت ليه مش عايز تدير الكوباية. لازم اوصل واعرف برج الحمل مش عايز يبدي الكوباية للشخص اللي بحبه. بص 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 يا نهار آآ برج الحمل آآ الورق طار طار مني عشان اعرف انت مش عايز تدير الكوباية لي. بس اعتقد ان انت آآ مرعوب من الحب يا برج الحمل. ان الورق طار بطريقة غريبة يعني. بس عارف يا انا عارف. والله لا انا عارف انت عايز تتعرفني. بس عارف. شوف بقى برج الحمل شهزي تدير الكوباية.